فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأك القمار الحمد لله وكفاء وسلام على أبادي الذين اصطفأ لا سيما النبي المشتبة والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعض طب يا شعب الإيمان ما زلنا في الكلام على حب النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في براء صفات النبي وأنه مقدم على الجميع وفي براءته قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجد سجد وفالسجد احتزل الشرطان يبكي ويقول يا ويلة أمر ابن آدم بالسجود فسجد فالأول جنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار ومعلوم أن ابن آدم أمر بالسجود لا عز وجل لا لغيره ودل ذلك على أن السجود الذي أمر به الشيطان من جنس ما أمر به ابن آدم وهو سجود لله عز وجل لكن عند خلق آدم كان تكريما له لكن السجود كان لله كما فعلت الملائكة قال إن كان السجود من الملائكة لآدم عليه السلام فقد يحتمل أن ذلك إنما كان عقوبة لهم على قولهم لله عز وجل أتجعل فيها من يبسد فيها وأسفق الدماء فوجد الكرام له فيها وليس يخلص من عرض العقوبة لهم لكن الحق أن هذا هو أمر الملائكة لله جل فعلا وهم انصاعوا وانقادوا لربهم جل فعلا وفي الحديث لم يكن بهم إلا له دعوة ينجزها في الدنيا وإني اختبأت دعوتي شفاعة الأمة يوم القيامة وأنا سيد ولد آدم ولا فخر وأول من تشق عنه الأرض ولا فخر وبادر والحمد وآدم من دونه ومن دونه تحت لواء ولا فخر فيها أولا تكريم ابن آدم وأن الله تعالى كرم آدم عليه السلام بأن الملائكة ساجدوا له وأيضا تكريم ابن آدم بالسجود لله جل فعلا هذا أعظم تكريم له أنه رفعته أن يكون عبدا صادقا لله جل فعلا وأنه يسجد لله وحده لا شريك له هذه رفعة ليست بعدها رفعة هذه رفعة ليست بعدها رفعة لأنها عبادة لله وحده لا شريك له والملائكة أيضا تشرفها من الله ودل فعلا وسجدوا لآدم ليس عبادة ولكن تكريم وهذا أيضا رفعة وهذا أيضا رفعة للملائكة ولآدم ولأن الله فضله عليهم بالعلم قال أنبيهم بأسمائهم والشيطان يبكي ويقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت فما سجد وهذه معناها أنه أنه يعلم بأنه بذلك روع وأن الله لعنه لأنه لم يسمع لربه ويطيع وفيها الشفعة الشفعة لنبينا صلى الله عليه وسلم وهذا أعظم موقف له الحمد بيده والجميع ينضون تحت تحت لوائه وشفاعة المسلم ستة شفاعة ثلاثة خاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعة الموقف وهو الذي قال فيه اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي والشفاعة أيضا وهذا لفصل القضاء عندما يتوسلون بكل نبي ولا أحد يتقدم لها حتى يقول أنا لها أنا لها ويقول أمتي أمتي فيستأزنه تحت العرش فيخر سجدا ثم يشفع لفصل القضاء فيقال يا محمد ارفع رأسك وقلت يسمع واشفع تشفع ثم يشفع بعد ذلك بعد النجاة لدخولها الجنة الجنة فيقول الملك من فيقول محمد فيقول بك أم التلاب غيرك ويشفع أيضا في عمه وهذه خاصة بالنفس وسلم فيكون في دحضاح من نار ويشفع في أهل الكبائر لا يدخلون الجنة لا يدخلون النار بعد ما استحقوها ويشفع لمن دخل النار أن يخرج منها ويشفع أيضا إلى ارتقاء أهل الجنة الذين في يعني في درجة أدنى إلى درجة أعلى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اللواء يأتي يوم القيامة لأن الجميع يرجع ويكون نفسي نفسي ومحمد صلى الله عليه وسلم والذي يتقدم ثم يشفع هذه الشفاعات وأهل البدع والجميع قد أقروا بهذه الشفاعة شفاعة الموقف أما شفاعة لأهل الكبائر فقد أنكرها المعتزلة والجهمية وأهل الضلالة في ذلك وهذا يأتي إن شاء الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويهدي من يشفع هذه الشفاعة ويهدي من يشفع هذه الشفاعة